مرحباً مرحباً أجلًا أجلًا بعض الأمور الأولياء في إغبارات العلمية وإنها الأمور اليوم سأتدخل ممثلًا عن صفحة كيميكاية فهذا إن شاء الله سنقوم بخصوصة مهمة و سهلة جدا من وجود نظر الشخصية هو إذا ينكتب كيميكاية فورميلا أو صيغة الكيميائية For example, you know that the chemical formula for the carbon dioxide gas is that CO2 يجب أن تفضح المملكة الأهمية نحن سبيل المكما أخداء المكالمي كتاب المكالمي حتى أعرف كميكي وهي لدرس حاجة مهمة ومفهومة هو فيلنسي أو التكاف أهل ما يقول ميقمumba أعرف كميكياتية يمكنني أن أقرأ بلانسي هو الوضع الالكترون مرة أخرى هو الوضع الالكترون مرتفع 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 يعني أنا لو عندي ألمنت أو أتم وعرف أتوميك نمبر الخاص بي هل ممكن نعرف البلانسي؟ بالطبع إنه جميل ماذا؟ مثلا مرتفع مرتفع لهذا مرتفع مرتفع لذلك مرتفع لذا لن أتكلم لأنني أريد أن أعرف مرتفع 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 لذلك المصورة، Willijn مئن اتناديا أنه سيогоان وانه يزيل السلام 者 لذلك المصورة الكلوران لذلك العامن خصوصور من الأول شخصاً إذا كنت أتقني بالفعل ماتهي من جائن من الأع Campus هما هو önح impressive is the number of electrons lost, gained or shared by the atom during the chemical reaction. Again, valency is the number of electrons lost or gained or shared by the atom during the chemical reaction. So now, let's have a summary for the valency of some element, especially the metal. هنشوف مع بعض باعت التابل بلا خاصة الفالنسي لبعض المثال. Such as, we will see lithium. Lithium, هنشوف مع بعض السورة. Lithium has 3 electrons, so it will be configuration 2-1, so the valency will be 1. Sodium, Na11, configuration will be 2-8-1, the valency will be also 1. Potassium, K19, configuration 2-8-8-1, the valency will be 1. Calcium, Ca20, the configuration will be 2-8-8-2, so the valency will be 2. Why 2? Because it will lose 2 electrons. The magnesium, Mg12, so the valency, so sorry, the configuration will be 2-8-2, and the valency will be 2, because it will lose 2 electrons. What about aluminium? Aluminium 13, the configuration will be 2-8-3, so the valency will be 3. Why 3? Because it will lose 3 electrons. And also, zinc has 2, the valency 2, iron, the valency 2 or 3. هنعرف الفالق بينام بجأتي حالا. LED, PP, the valency 2. طب, هنه ليه ما عنديش atomic number؟ لأنه مش مطالب بيحفظهم كمان. انت مش مطالب نك تحفظ atomic number لأي element. انت مطالب بس انك تكون عارف الفالنس. لكن هنا احنا بتدرب ازاي بي نجيب الفالنسي. طب انضم اضم مهم جدا. جدا جدا لازم يكون عارف ازاي يجيب الفالنسي لأي element. حتى لو كانت متال او ازاي مطالب. لذا احنا نتضرب ازاي مطالب. ننشوف مع بعض فالكامل الاليمونيوم 13. نكتب مع بعض الاليمونيوم 13. الانتصال بي 2, 8, 3. لذا سيكون عارف الفالنسي لأي ما؟ انا سيما عنديش تقول لي هو يعمل لوست 3. اوكي. مدام بيعمل لوست 3. فالفالنسي 3. اوكي. اجرائ زيار الآخر الدفاع الخاص بال لذا ننشف مع بعض الالفالنسي لصم نشوف مع بعض سورة eight ينeren نشوف مع بعض طبعا هنا في ناس يكتب قد تقول لي مافيش لستيقى جعب لعض الإلميطت انت منdrive لكي يوجد سيطالة فترة الأممم سأقول انت لم يطالب انك ان تحفظ أممم المخمس لأي إلميطت لكن ها قريب كتير طلب كتير قوي يقولينه قريبا بإحنا أحفظناها بالتكرار الصالفر16 سأقوم بإمكان الموضوع 286 سوف إمكان الموضوع 2 أو 4 أو 6 طب بإمكان الموضوع 4 أو 6 إن شاء الله سنعرفها بالتفصيل في القيام 2 لا تقوم بإمكان الموضوع thi ثالث ست كاربون . يتعلق بطارنه كاربون تلك الحزنة فتالث سوف يكون فتالث سوف يتم تحضير سوف يتم تحضير اسمها بانصحكم عشان نكتب كيميكا بشكل سهل ومريح وشكل شايد جدا لازم يكون عارف فري تيبولز هما الميتالز لقنات اول الحلقة النقمة اللي تشايفينه حالا اخر تيبول هو اتوميك جروب اتوميك جروب يعني ايه حاجة بنسميها كده مجموعة ذرية حزمة ذرية يعني مجموعة اتوم هما مع بعض ماينفعش خالص نفصلوا عن بعض او بخوضهم كلهم كأنهم اتوميك جروب كان نوم جروب واحدة ورنزم أعرف الفيالانسي الخاص بيهم زي مين طايب زي هيدروكسايد عندها بالانسي OH سوري السامبول OH وال والفالانسي 1 نيثريت NO3 وال والفالانسي 1 بايكاربونيت السامبول HC حصي 3 والفالانسي 1 أمونيوم ودي الوحيدة اللي فيهم بوستف NH4 وال والفالانسي 1 نيثريت وإذن نفرد اجوهيز وبين نيثريت و نيثريت نيثريت NO2 والفالانسي بارد 1 سالفيت SO4 والفالانسي 2 كاربونيت CO3 والفالانسي بارد 2 فوسفيت PO4 والفالانسي بارد 3 طيب انتش وقتنا مستر مهربة ازاي نكتب كيميكال فرمنا نشوف مع بعض ازاي نكتب كيميكال فرمنا بشكل سهل ازاي ما قلت ما شوية ومريح جدا جدا For example I want to write كيميكال فرمنا 4 كاربون ديكسيل It has 4 steps on ازاي نكتب كيميكال فرمنا هم اربع خطوات بس First step or خطوة Please اكتب السامبل Carbon سامبل C Dioxide Oxide عموما Oxygen O Second step الخطوة الثانية Please اكتب الفالانسي الكاربون لست شايفينه حانا في الجدول 4 نصيحة بقى كده ما تحفظش خالص الفالانسي طب يا مستر انت قلت لازم احفظه انه مهم جدا لا ما تحفظش الفالانسي لكن اتضرب عليه كتير قوي حيث تكتب كمباونت كتير او كيميكال كمباونت كتير او كيميكال فرمنا كتير ده نفسك حفاظت الفالانسي من غير ما تدعب طب الاكسايد الفالانسي كانتو برضو في الجدول دائما بستمره خلي جنبك التالي الجدول دول هم موجودين في اي كتاب موجودين كمان في كتاب المدرسة طب الخطوة الثالثة خطوة مهمة جدا If it's possible لو ينفع تعمل Simplify نعمل Simplify 4-2 نختصر مع باركنا نعمل Simplify It will be 2 عندي هنا 1 here what I have done what I have done 4 divide 2 equal 2 2 divide 2 equal 1 يعني لو ينفع الرقم من دول كأنهم رئيس شي بالظبط نعمل لهم Simplify يريد The last step we will make a cross بنعمل كدا عكس للفالانسي So the symbol will be C طبعا باكتبش 1 خالص زي الماز بالظبط هل ينفع نكتب 1x ينفع اكتب x power 1 ما كيش حالس مع بار 1 ولا 1x يبقى دايما باكتبش 1 في الكميسي خالص زي الماز بالظبط So it will be C O 2 إذا احنا من زمان عافين قوية قوي نهية CO2 بس مش عارفين get ازاي يبقى chemical formula موضوع صحلى قوي ومهم جدا 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 مش بس في prep 1 هو مهم جدا في prep 1 و prep 2 و prep 3 جدا وكمان في secondary stage Another example how to write chemical formula For example I want to write sodium solvate مكتب مع بعض sodium solvate طبعا انا قلت ما ينفعش active chemical formula إلا ما يكون الجداول كلها جنبي هم كام جدول هم 3 tables metal non-metal atomic group sodium from metal it will be NA أو الخطوة هي السامبل الخطوة الثانية sulfate SO4 ده السامبل بصحة وما نلغباتش نفتكر ان الفور دي هال valence لا هو اسمها SO4 هي موجودة كده في اخر table لست شايفينه حالا طب الخطوة الثانية هي valency salvate 2 كل ده من الجداول طب ينفع نعمل simplify ما ينفعش خلاص يبقى نعكس أو نعمل cross يبقى 2 NA SO4 ما اقرر تاني ويكتبش 1 في الكمية خلص ما حاتش يقولي SO4 1 هيتحقوا علينا اوي اوي بتوع الماس وهنا عارفين كويس اوي ان prep 1 طلبة ممتازين جدا في الماث وشاطرين وعارفين ان ما مكتبش 1 لان هو common factor ما بيأسرش لانه multiplication انادر اكزامبل اكزامبل تان نكتب مع بعض aluminium oxide aluminium oxide نشوف مع بعض كده aluminium as i said or as we have started al oxide o ال valence ال aluminium كله من الجداول برضو 3 وال oxide 2 لما ينفعش خلاص نعكس نعمل طب واحد يقولي ال valence ال aluminium كان 3 ما احنا قلنا نعكس ال valence الخاص بكل element او atomic group مع ال another element او another atomic group so it will be طبعا دي طريقة اسهل جدا approaching the chemical compound or the chemical formula instead of the words يعني أسهل لي أكتب ألمونيو أكسايد كده ولا AL203 بس طبعا هي ليها رول زي ما درسنا هما فور ستبس فور ستب أول خطوة بليز لازم أكتب السامبل خطوة الثانية باكتب الفالنسي خطوة الثالثة لو ينفع نعمل سامبريفاي أوكي نعمل سامبريفاي خطوة الرابعة والأخيرة بناكس الفالنسي مع السامبل انادر اكزامبل ايوان تريد صوديوم صوديوم كريت تتابل صالت نعلم أن السامبل هو NaCl طب هوا إزاي قيه NaCl؟ نشوف مع بعض Na صوديوم كريت كريت الفالنسي هنا كان 1 كريت طبعا نفس الرقم و اثنين نامبر 1 ما بيكتبش خارص يبقى هيكون NaCl انادر اكزامبل انادر اكزامبل الومينيوم كاربونيت ممكن ده اكزامبل مليان شوية أو صعب شوية الومينيوم كاربونيت لكن انادر اكزامبل طبعا نحن ندريش حاجة خالص قدامنا كيميكا تفهم ما موضوع سهل جبدا و ما بنغلبش معاها موضوع سهل قوي قوي لكن انت بس لازن يكون حافز قوي السامبل والفالنسي الومينيوم كما نعلم كاربونيت CO3 كل دمين زي ما قلت من التابل ميكا داول ما بيكبش حاجة خالص من جبنة الومينيوم والفالنسي 3 كاربونيت الفالنسي 2 ينفع نعمل طبعا اكيد تسمع كتير قربيو لا هنعكس طبعا هكتبت لي جنبها انا مضطرج بس كده بقيت 33 طب نعمل ايه حالة زي كده ناس بقى كده عالماء الكلمة سيشعطين انا بوصل بقى عشان ما تحطوش 33 كده تعملوا براكتس عند الاتوميك جروب بس طب سؤال بس ما اختل جدا من الطالب المنتزين امتا اعمل براكتس بقى براكتس في حالة واحدة بس في الاتوميك جروب لما يكون فيه نيو نمبر هي جنبه طب سي او 3 دي كاربونيت دي اتوميك جروب اه طبعا هيا قادره التالت اتوميك جروب طب هي عندها 3 وقادرها 3 جديدة رقم جديد يبقى عشان ما لاقبطش واكتب رقمين جنبه بعمل براكتس كأيني بفهم كده الشخص لقدامي اني 3 ديت common factor للوكسجن والكاربون طبعا كميكال فرمولا طبعا ناخد اكزامبل تاني بردو فيه كيميكال فرمولا طبعا اي جنبه كده 2i دي اللي قلت عليها من شوية iron فوسفيت طب نكتب كده iron fe طب احكيت اي اي ديت او 2 ديت احنا عرفنا ان الارون عنده 2 valency 2 و 3 طب هناك انه بيقول لي استخدم الارون الفالنسي 2 او الارون السنائي so it will be 2 di valent فوسفيت bO4 هي اسمها bO4 لكن الفالنسي 3 كل ده بردو من الجداول ناكسن so it will be fe 3 fe 3 bO4 طبعا اكتب 2 دي جنبه 4 كده طبعا شايف ناس كتير ايو سامحهم بيقولولي لأ ما ينفعشها مستر هنلزم نكتب so it will be fe 3 bO4 all 2 بنطقع كده fe 3 bO4 all 2 يعني ال bO4 ديت كلها عندها di valent او venis تحت 2 another example let me write another example which is calcium calcium phosphate calcium phosphate موضوع حلو جدا وسهل جدا وهلوكو ناسيحة في اخر الحلقة ان شاء الله calcium ca phosphate bO4 calcium عنده valentine 2 phosphate 3 يعني فنعمل simplify الخطوة الثالثة لا عرفك الخطوة الثالثة غريبا ما يكونش موجودة يعني اعمل simplify لو ارقام كبيرة شوية fall نعكس بعد كده اخر خطوة نكتب ca3 bO4 all 2 ca3 bO4 all 2 طب ليه عملت brackets هنا عشان دي atomic group وقالها new number او new valentine هي عندها valentine 3 لكن قالها valentine 2 مش نفس الرقم بتاعها so i must try to practice i must try to practice طب هقول لنالت مش هو هقول نصيحة مهمة جدا لكل اعزائنا طلبة prep 1 النهاردة عايزك تألف for example 100 or 200 compound نألف compound حاجة يقول طب انا مش هعرف لا سهلة جدا انا هستخدم اي metal possible مع اي non-metal negative او اي metal possible مع اي atomic group negative طب انا عندي ultime old three tables من همما نكتبهم مع بعي كده انا وين هم بس المتال كان يكون لها possible المتال كما نكتبهم كان يكون لا نكتب except carbon or hydrogen طب الاتوميك group كان يكون لا نكتب except ammonium يعني H4 دا الوحيدي للباستف طب ازاي باعلف compound يعني نهاردة عنا هبقى كده كمست او ساينتست هبقى عالم كيميائي او انتو كلكم هادا هكونوا علماء كيميائيين هتألفوا كيميائي ازاي اني هستخدم اي positive iron اي positive iron او بنسميه positive radical with negative iron بس لازم يكون الباستف في الاول طب ازاي مثلا 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 وأيضاً إنه جيد جداً ومسكراً في الوقت إذا فقط أنك تعرف فلانسة ومسكراً من الأشياء حيث إنه ميتل أو ميتل أو ميتل أيضاً نتعلم زي نكتب نهاردة كيميكال فونل الزي ما قلنا نهاردة هتبقوا ساينتست أو كمست يعني علماء أو سياد الله إن شاء الله أو دكاترا كويسين في المستقبل لازم نكون حافظين كويس أو عارفين كويس أوي زي أكتب كيميكال فونل كيف تفعل كيميكال فونل أجن؟ نكتب أي حاجة بوستف من الجدول اللي درسناها مع أي حاجة نكتب ، نكتب مع بعض أوكي كاربونيت نقربها كده بسبب Engineering أستطيع أن قطن الكتر ما قلتهم وأنا حفظتهم وهذه يقول لي ايه ده أنا قلت نهاردة المجنزين جئين عشرين مرة خلاص انا كده هحفظ الاتوميجروب والمتال والنمتال والفالنسي الخاصة بكل واحد منهم بدون مهتعب ازاي بلت كراش اوكي والكربونات عندها برضو طب نعمل سيمبل فائل اه طبعا نفس الرقم يبقى يبقى ديفايد تو اقل وان ديفايد تو اقل وان سو اتوال بي ام جي وداوت نمبر اللي نعمل بكتبش خالص سي او ثري يبقى الموضوع صهلي جدا وشارك جدا في نفس الوقت النهارده هنقلف هنقلف او بقول تاني هو هنقلف chemical compound يمكن تكون already مش موجودة فطبيعة لكن احنا عايزين نتعلم ازاي نكتب chemical form صح ناخد ايضابل تاني for example i want iron iron trivalent لما لايجم بكتا 3i يبقى معناها trivalent iron trivalent oxide طب نشتغل ازاي ايرن انا سامح حد بيقول لي fe sure trivalent هو كده حل هالي يبقى الفالنس تحسري لان الايرن عنده اثنين فالنسي 2 و 3 بستخدم مين حسب ما هو بيحدد لي لكن لو ما كانش متحدد دايما هستخدم الفالنسي الاول بس oxide it will be O الفالنسي 2 يعاكس عشان طبعا مش هنطعم السامبليفاي so it will be fe 203 ايضابل تاني برضو عن الايرن لا قلت iron fe divalent divalent السنائي oxide how about it iron it will be fe سوريا كتبت هنا السامبول عطول iron الفالنسي 2 oxide o والفالنسي برضو 2 طبعا حتى فعلا لما يكونوا التوب فالنسي نفس الرقم يبقى يعملون السامبليفاي ويروحوا مع بعض so it will be feo طب ليه يا مثل انت قلت هنا feo وهنا قلتنا fe203 what difference between this and this والله هو هنا حدد لي قال لي الارن هنا trivalent يعني ثلاثي هو كان يحدد iron هنا trivalent فقدت مطار رأكتب 3 لكن هنا divalent فقدت برضو مطار رأكتب 2 so again I repeat the chemical formula is very easy on one condition شرط واحد if you know if you know the symbol and the valency of metal non metal and also the atomic group another example if we have time aluminium 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 salvate aluminium salvate aluminium salvate aluminium AL salvate SO4 aluminium 3 salvate 2 طب كل ذا منين انا قلتي قريدي انا بيجيبهم التابل وبقولك ما تحفظش في الاول اتعلم او اتدرب كتير قوي practice and more exercise so you will study them by heart في الاخرى هتنافسك خفزتوهم بمنتهى البساطة ناكس مع بعض وشان طبعا مشاين تعمل simplify so it will be AL 2 SO 4 3 كدا شكلها يعني غريبة قوي 43 لأ طبعا فيه brackets طبعا فيه brackets بقارة تانية بقول because SO4 salvate is from atomic group and it has a new number يبقى لو هي اتوميكروب وقالها رقم جديد بعمل لها bracket طبعا مهم جدا جدا وسهل جدا another example potassium 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 salvate again نكتب potassium salvate potassium K salvate SO4 نكتب ما بعض potassium salvate potassium 1 salvate 2 مع قسم so it will be K2 SO4 بكتب 1 طبعا لا طب حد بس ما حد كتير قوي من الطلبة شاطرين قوي ممتازين بيحبوا قدى يجربوا يقول لي لي مش بكتب هنا brackets عند البوتاسيوم هقدروا كده واحد بس هو بوتاسيوم ده atomic group ولا متل شور هو متل انا بكتب امتا brackets مع الاتomic groups بس امتا مع الاتomic groups another example another example aluminium 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 phosphate example يبان كده ان هو صعب شوية لكن هو انظامل سهل جدا جدا aluminium phosphate aluminium aluminium phosphate b o 4 برضو بقرر تاني بقول الاتomic group عندها number جواها هي شخصيا جوا الاتomic group نفسها لكن ما هواش هو ممكن يكون مختلف عنه for example phosphate b o 4 ال valency الخاص بيها 3 aluminium 3 واتفعنا من شوية قلنا لما يكون نفس ال valency simplify with them يعني omit which each other هننقتصرهم مع بعض so it will be a l b o 4 اوكي another example example تاني calcium phosphate calcium calcium phosphate calcium c a phosphate b o 4 طبعا واحد يقول لي انت ديت زي بتعملها بسرعة كده انا قلت من شوية هيكل لها من ال tables خل داي من ال tables جانبك وتلاقي نفسك حافزتهم بمنطقة البساطة وبسرعة جدا ان شاء الله calcium balance 2 phosphate 3 let's make them opposite c a 3 b o 4 2 طبعا سامي حد يقول لي لا يا مسر خد بالك انت نسيت حاجة مهمة اوي هنا بح ،�まぁ as we can see is a very important and very easy and plies prex more and more you can make up by using a positive radical or a post of metal and also another negative non-metall or a negative Atomic group عشان أعلم أي compound هبدأ دايما بالPostif و هنضيه دايما بالنغتف الخزيمين هم كل الـPostif واطوميك مهما أوي بOSTif هي نحيش نغطون supporting ت misman من معانك نجد academy أن تبدأn واستير من لاج Rita طيب أمونيوم كلوريد أمونيوم كلوريد NH4 CL طيب فالنسي هنا 1 1 1 ما بيكتبوش أصلا لذا سأقوم بيكتبوش NH4CL أمونيوم كلوريد مش الأمونيوم بلس ناخد بنا كويس قوي من أسماء يمكن أسماء غريب عينة شوية أمونيوم هي أطومي تقوم بأمونيوم طيب ناخد أمونيوم كلوريد وعن 2 أطومي يمكن بيلاغبطوا شوية النيتريت و النيتريت كالسيوم نيتريت كالسيوم نيتريت ناخد بلنا أوي من السماء السمبول وكالسيوم نيتريت هنا بقوة اللتر مش السمبول نيتريت A نيتريت I تقالسيوم C A نيتريت N O 3 دي أطومي جروب اسمها N O 3 كالسيوم C A نيتريت N O 2 كالسيوم كالسيوم نيتريت N O 2 ناكس كالسيوم C A N O 3 ناكس ناكس كالسيوم ناكس 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 نصبغ ناكس ناكس نγοغ ناكس 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 倫